موسيقى مشاهدين أهلا بكم جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفراقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة السابعة وثلاثين للاتحاد الإفراقي التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي بأدس أبابا أكد أن التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعشر بوريطة إلى أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة وأبرز الوزير أن الوضع الراهن السائد في إفريقيا يثير قلق المشروع يتسم باستمرار التحديات الأمنية التي غالبا ما تكون ذات طبيعة غير متناسبة نشيرا إلى أنه لا توجد منطقة بإفريقيا اليوم بمنأة عن مصادر عدم الاستقرار نناقش مشاهدين هذا الموضوع مع ضيفنا المحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا ومرحبا إذن المغرب جدد بأديس أبابا مرة أخرى على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين السلم والأمن والتنمية طبعا من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية لنتحدث عن هذه المقارب نعم المؤكد هو أن هذه التلاتية هي أساس ضمان الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية معلوم أن القارات تعرف تحديات كبيرة منها أولا قضية الأمن والاستقرار بسبب نزاعات الحدودية وكذلك العرقية اليوم كذلك ينضف إلى تحدي أمن متعلق بتدعيات المناخ حيث بدأ صراع بين المزارعين وبين كذلك الرعاة وهذا يؤدي إلى أحداث مميتة هناك إشكاليات ترتبط كذلك بانتشار الأسلحة الصغيرة فيما بين الأفراد داخل عدد من الدول الإفريقية وطبعا هذا يتسبب في استمرار نزاعات إما حدودية أو عرقية فضلا عن ذلك هناك بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الجماعات الانفصالية أو الإرهابية كما هو الحال كذلك بالنسبة للجنيد الأطفال وهناك مشكلة أو مشكلة المكافحة الإرهاب التي تعتبر اليوم هي ظاهرة مستعصية للحل على هذا الأساس كان لابد أن يستحضر طرف تاني وهو الذي اقترحته المملكة المغربية في إطار وجود اقتصاد إفريقي متكامل ومندمج لأن خيار لمقاربة الأمن وكذلك العسكرة يجب أن يرافقها كذلك تنمية اقتصادية وكذلك تنمية بشرية وهذا هي المحور الثاني في هذه التولاتية هو المتعلق بقضية التنمية والتي تأخذ فيها المملكة المغربية انطلاقا من استراتيجيتين استراتيجية تعاون جنوب جنوب التي تدعم العلاقات البينية بين الدول الإفريقية في علاقات شركة ندية ومتكافئة وثم كذلك هناك المبادرة الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية وتمكن منطقة الساحل والصحراء والتي هي تشكل بقرة لا أمن ولا استقرار بين نسبة الإفريقي لتجد منفضا على الواجهة الأطلسية وطبعا هذا يزيد في إمكانياتها الاقتصادية وكذلك التنموية وبالتالي يشكل عامل أساسي نحو السلم بناء على هذه المعادلة الأمنية وكذلك الاقتصادية بشكل عام لدينا ثلاث مصطلحات مفاهيم كبيرة كيف نفهم هذا الترابط بين الأمن والتنمية والسلم هل يمكن أن نتحدث عن تنمية بدون سلم وسلم بدون تنمية؟ وفي الحقيقة ما هو متعارف عليه كالشعار هو أن الاستثمارات لا تأتمين المواطن الغير الآمنة والغير المستقلة وبالتالي اليوم الإفريقية محتاجة إلى جذب استثمارات أجنبية ومشاريع كذلك ضغمة مهيكلة توفر الثروة لهذه الدول وبالتالي تساهم في استثباب الأمن وكذلك الاستقرار بالتالي معادلة الأمن والتنمية هم وجهين لعملة واحدة تقودان في نهاية المطاف إلى مجتمع يعيشه سلما حقيقيا وبالتالي تعيش الدورة الاقتصادية وكذلك الاجتماعية والثقافية بشكل متوازن وبشكل عادي وسليم وبالتالي كانت مجموعة من التجارب في صياق ترتيب الأولويات كان هناك تحدي أمني كان هناك تحدي كذلك النزاعات الحدودية فيما بين العديد من الدول الإفريقية لي كانت تجهز على أي مستقبل للتنمية بهذه القارة وبالتالي على الرغم من أن أوجدنا ترياق هو المقاربة الأمنية أو العسكرية ومنها سجلنا فشل لمجموعة من الاستراتيجية اليوم هناك تصور جديد هو أنه لا يمكننا تحقيق الأمن والاستقرار فقط بالمعامل المتعلق بالعسكرة أو بالأمن ولكن يجب أن نضيف إليه مسألة تنمية الأقاليم أو الدول الإفريقية وتمكين كذلك الشباب وكذلك النساء من الضروة في إفريقيا وبالتالي هذا يحتاج عمل أو يحتاج رؤية أو ممارسة أو استراتيجية شمولية وهي جملة من التوصيات التي تقدمها المملكة المغربية سواء في القمام الإفريقية أو في باقي مؤسسة الاتحاد الإفريق نعم طيب في هذه الدورة السابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي تمت مناقشة الخطة العشرية الأولى بنسبة لإفريقيا 2063 وكذلك تمت مناقشة اعتماد الخطة العشرية الثانية لهذه الأجندة نود أن نتحدث عن الأهدف الاستراتيجية لأجندة إفريقيا 2063 طبعا فيما هو مرتبط بالسلم والأمن والتنمية أولا هو إفريقيا هاجسها الأساسي وتحقيق نمو اقتصادي متكامل تحقيق اندماج اقتصادي كذلك فيما بين هذه الدول الإفريقية اليوم كذلك الاتحاد الإفريقي يريد أن يعود إلى الوجهة على مستوى المفاوضات في المنتدية الدولية وبالتالي كلما كان أقدر على تتبيت قضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي وكذلك بالأمن وبالاستقرار تكون مرافعته أقدات تأثير فعال لذلك في تصور القادة الأفريق بالنسبة للعشرية الأولى العشرية الأولى للاتحاد الإفريقي وأن العمل يجب أن يركز أساسا على مكافحة الإرهاب مكافحة الأمن وهذا ظهر في إحدى القمام السابقة وهي المتعلقة بإسكات البنادق يسمى بقمة إسكات البنادق وهو جزء أساسي من العمل الشق الذي يقوم بالاتحاد الإفريقي وكيفية التحكم في النزاعات لكن هناك تحديات بالانقلابات العسكرية التي حدثت بحيث تقريبا حوالي خمس دول إفريقية لم تحضر هذا اجتماع القمة الإفريقية الأخير بسبب تعليق عضويتها في الاتحاد بالتالي إذن اليوم أمام التحدي الأمن لازال مستمرا ولكن بالمناسبة كذلك هناك التفكير وهناك وعي بضرورة التنمية الاقتصادية في هذا السياق قلنا نعم اسمح لي أستاذ بالإضافة إلى هذه التحديات الأمنية ولي هي تحديات تقليدية هناك أيضا تحديات أخرى مرتبطة بالتغيرات المناخية مرتبطة بالأمن السبيراني والأمن الغذائي والصحي كذلك في القارة الإفريقية طبعا اليوم القارة الإفريقية تعرف تحديات كثيرة جدا بسبب تحولات أو الصراعات الدولية اليوم أحداث المتعلقة بالصراع الروسي الأوكراني وما يتسبب ذلك من أزمة غداء بالنسبة للعديد من شعوب القارة الإفريقية هناك تحدي المناخي واللي اليوم كيف رد صعوبات كبيرة على الدول الإفريقية هناك كذلك تحدي المتعلق بالتنافس الدولي على القارة الإفريقية وعلى خيرات القارة الإفريقية فيما أن القارة الإفريقية غير جاهزة لإنضاج أجندا للحديث بصوت واحد تجاه المطالبين بالدخول إلى القارة الإفريقية لذلك اليوم المملكة المغربية كان عندها التصور وأولا تعزيز علاقة التعاون فيما بين البلدين على مستوى كذلك تكتيف الحوار متعدد الأطرف فيما بين الدول الإفريقية من أجل أن تكون هناك خارطة طريق لمواجهة العالم أو لمواجهة هذه التحديات المتزايدة المتزايدة لا سواء على المستوى الداخلي ولا سواء كذلك على مستوى الدول حفظ السلام في القرى الإفريقية نجده دائما في صلب السياسة الخارجية للمغرب طبعا هذه إحدى الأولويات ولذلك المملكة المغربية كانت دائما وأبدا تنتصر لمبدأ دعم الوحدة الترابية واحترام السيادة الداخلي للدول وأعتقد بأن هذا المبدأ بدأ يتفهم بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وبعد كذلك تراجع نفوذ الطروح المتعلقة بالانفصال وهكذا سجلنا دعما قويا للعديد من الدول الإفريقية لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وكذلك تحقيق نوع من التحالف داخل الاتحاد الإفريقي الذي بات يؤيد ضمان تنفيذ مشاريع استثمارية متكاملة ومندمجة فيما بين الدول الإفريقية يمكن أن تقود إلى التنمية الواجبة والتي تعد أساسا للأمن والاستقرار في القرار الإفريقي المحلل السياسي الأستاذ عبد الفتح الفاتحي شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الفقرة نلتقي بعد قليل في ناشة إخبارية مفصلة إلى اللقاء